بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة السابعة من ملحمة كربلاء الخالدة الإمام الحسين يطلب من أهل بيته وأصحابه التفرق عنه في شواد الليل أشيط عشراء وتركه وحيداً في عصر اليوم التاسع زحف عمر بن سعد نحو مخيم الحسين وكان الحسين جالساً أمام بيته محتبئاً بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه فسمعت أخته زينب الصيحة صيحة عمر بن سعد فدنت من أخيها فقالت يا أخي أما تسمع هذه الأصوات قد اقتربت فرفع الحسين عليه السلام رأسه فقال إني رأيت رسول الله الساعة في المنام فقال إنك تروح إلينا فلطمت أخته وجهها ونادت بالويل فقال له الحسين عليه السلام ليس لك الويل يا أخي فاسكتي رحمك الله وقال له العباس يا أخي أتاك القوم فنهب ثم قال يا عباس اركب أنت حتى تلقاهم وتقول لهم ما بالكم وما بدى لكم وتسألهم عما جاء بهم فأتاهم في نحو عشرين فارساً فيهم زهير بن القيم وحبيب ابن مظاهر فسألهم فقالوا قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو نناجزكم قال فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرضوا عليه ما ذكرتم فوقفوا ورجع العباس إليه بالخبر ووقف أصحابه يخاطبون القوم ويعضونهم ويكفونهم عن كتال الحسين فلما أخبره العباس بقولهم قال له ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة بكرة يعني وتدفعهم عن العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوت كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار وأراد الحسين عليه السلام أيضا أن يوصي أهله فسألهم العباس ذلك فتوقف ابن سعد فقال له عمر بن الحجاج الزبيدي سبحان الله يعني ما رد لم يقل نعم ولم يقل لا هذا ابن سعد فقال له عمر بن الحجاج الزبيدي سبحان الله والله لو أنه من الترك أو الديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم فكيف هم آل محمد وقال له قيس بن الأشعة ابن قيس أجبهم لعمري ليصبحنك بالكتال فأجابوهم إلى ذلك فجمع الحسين عليه السلام أصحابه عند قرب المساء قال زين العابدين عليه السلام فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم وأنا إذاك مريض فسمعت أبي يقول لأصحابه بعد أن أثنى على الله أحسن الثناء وحمده على سراء والضراء اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقحتنا في الدين وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة فاجعلنا لك من الشاكرين أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفا ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا ألا وإني لأظن يوما لنا من هؤلاء ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادي هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري فقال له أخوته وأبنائه وبني أخيه وأبناء عبدالله بن جعفر ولمن نفعل ذلك لنبقى بعدك لا أران الله ذلك أبدا بدأهم بهذا القول أخوه العباس بن أمير المؤمنين واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه ثم نظر إلى بني عقيل فقال حسبكم من القتل بصاحبكم مسلم اذهبوا قد أذنت لكم قالوا سبحان الله فما يقول الناس لنا وما نقول لهم إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني أمومتنا خير الأنام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعم معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف ولا ندري ما صنعوا لا والله ما نفعل ذلك ولكننا نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك وقام إليه مسلم ابن عوسجة الأسدي فقال أنحن نخلي عنك وقد أحاط بك هذا العدو وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك ولا والله لا يراني الله أبدا وأنا أفعل ذلك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضاربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن مع أي سلاح وقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك وقام سعيد بن عبد الله الحنفي فقال لا والله ابن رسول الله لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أننا قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصيكم بأثرتي وصيكم بأثرتي وصيكم بأثرتي آخر ما قاله رسول الله لو علمت أني أقتل فيك ثم أحيا ثم أحرك ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم أنال الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا وقام زهير بن القين وقال والله ابن رسول الله لو ذدت أني قتلت ثم نشرت ألف مرة وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء الفتيان من أخوانك وولدك وأهل بيتك وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا وقالوا أنفسنا لك الفداء نقيك بأيدينا ووجوهنا فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا وقضينا ما علينا ولما سمعت زينب لم تملك نفسها أن وثبت تجر ثوبها حتى انتهت إليه ونادت وتكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي وعلي وأخي الحسن يا خليفة الماضي وثمال الباقي فنظر إليه الحسين عليه السلام فقال لها يا أخي اتق الله وتعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض موتون وأن أهل السماء لا يبقون وأن كل شيء هالك إلا وجهه فعزاها بهذا ونحوه وقال بها يا أخي إني أقسمت عليك فأبري قسمي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجهه ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلك وقام الحسين وأصحابه الليل كله يصلون ويستغفرون ويدعون وباتوا لهم دوي كدوي النحل ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد فعبر إليهم من تلك الليلة من عسكر ابن سعد 32 رجلا قال بعض أصحاب الحسين مرت بنا خيل لابن سعد تحرسنا وكان الحسين عليه السلام يقرأ ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خيرا خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب ويقال أيضا إن بعض من التحق بالحسين من طلاب الدنيا عندما أعتقدوا بأن الحسين سوف يفوز وسوف يصبح حاكما أيضا هربوا تلك الليلة وبعضهم قتل في الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الحلقة الثامنة إن شاء الله الإمام الحسين يستعد للدفاع عن مخيمه ويرفض البدء بالقتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر